بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين في هذه المحاضرة سنتحدث عن القسم الثاني من أقسام التدليس وهو تدليس الشيوخ تعريف تدليس الشيوخ هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف مثال على تدليس الشيوخ قول أبي بكر بن مجاهد أحد آئمة القراء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني فسماه باسم غير للمشهور به وغير للمعروف به لكي لا يعرف فالتسمية بالأسماء غير المعروفة هو نوع من الإخفاء والتدليس لإسم الشيخ وهذا هو الذي يريده المدلس أن يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف وذلك ربما لوجود عيب فيه كضعف أو صغر سن أو غير ذلك حكم التدليس أما تدليس الإسناد فمكروه جداً ذمه أكثر العلماء تدليس الإسناد مكروه جداً وأكثر العلماء على ذمه منهم شعبة قال فيه التدليس أخو الكذب أما تدليس التسوية وهو من أقسام تدليس الإسناد لكنه أفرد لكونه أشرها فقال العلماء فيه هو أشد كراهة من تدليس الإسناد حتى قال العراقي أنه قادح في من تعمد فعله من يتعمد تدليس التسوية هذا يعتبر قادح في عدالته أما تدليس الشيوخ فكراهته أخف من تدليس الإسناد لأن المدلس لم يسقط أحداً وإنما الكراهة بسبب تضيع المروي عنه وتوعير طريق معرفته على السامع وتختلف حال الكراهة بحسب الغرض الحامل عليه الآن سوف نتعرف على الأغراض الحاملة على التدليس أما الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ فهي أربعة ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة تأخر وفاة الشيخ بحيث شارك الطالب في السماع منه جماعة جاءوا بعد هذا الطالب وهم دونه صغر سن الشيخ بحيث يكون أصغر من الراوي عنه كثرة الرواية عن الشيخ فلا يحب الإكثار من ذكر اسم شيخه على صورة واحدة الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد خمسة توهيم علو الإسناد أي أن يوهم الناس أن إسناده عال فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير ويضاف لها الأغراض الثلاثة المذكورة في تدليس الشيوخ وهي ضعف الشيخ وتأخر وفاة الشيخ وصغر سن الشيخ أسباب ذن المدلس ثلاثة أسباب وهي إهامه السماع ممن لم يسمع منه وعدوله عن الكشف إلى الاحتمال وثالثا علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم